السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي موضوع الثراء السريع أو أن يكون لازم أدخل مليون جنيه في السنة أو مليون دولار في السنة أو الناس اللي ما بتدخلش مليون جنيه دول ناس خربانة أو ناس مش عاربة تشتغل أو ناس مثلا مضحوك عليها أو ناس لازم تعمل كذا كذا عشان توصل لكذا هل بكيفك أو بمزاجك أو أنت بتقرر أن أدخل مليون اثنين مليون عشر مليون ميت مليون حبيبي يعني الفكرة مش في يدك الأمر بيد الله سبحانه وتعالى حلو؟ أولا وآخرا ثم سعي ثم يعني الله سبحانه وتعالى يميسر لكل إنسان رزقه ده محروم أن ياخد فلوس عشان لو أخد الفلوس هيدغى ده لو خد فلوس مش هيطلع زكاة ده لو خد فلوس أكتر من اللي هو بياخدها الآن هيروح جهنم وبيوسى مصير ليه لسبب واحد وحيد اللي هو إيه؟ اللي هو الراجل ده يعني صلاحه في عدم أخذ فلوس مبالغ فيها أو إنه دخله يكون أقل من كذا أو إنه ياخد فلوس بقدر ما يحيا كم من واحد عمل وأخذ بالأسباب وقدر الله وربنا كاتب عليه دخل محدد كم من واحد بهذا الشكل تيجي بس أن تبص الواحد مثلا اللي هو الراجل اللي كتب كتاب القاب الغني والقاب الفقير اللي هو روبرت ما عرفش اسمه ايه كده يقول لك أقترد وبعدين أخذ طبعا اقتراد بفايدر ريباوية ده طبعا حرام في الإسلام فتيجي تقول لك إيه يقول لك أقترد وبعدين أحط فلوسي في التعقار أو أحط فلوسي في دهب أو أحط فلوسي في بيتكوين إلى آخره هو أو غيره أنت بدأت الموضوع بحرام حلو ويوم الأيام بمشيط الرحمن يعني يعني نرجو هنم وبيقص للمصير فأنت مكسبتش يعني هل الحياة كلها مبدأها قائمة على جني المال أو أن أنا أكون لازم يكون دخلي فوق المليون أو مئة مليون أو لازم خلال السنة دي حقق كذا مش بتاعتك قارون قارون لما جمع المال وقال أنا جمعته عن علم عندي وكان أغنى أغنياء العالم وقتها وقريبا هو الغني الوحيد الذي كان موجود وقتها يعني كان أو حتى قد يكون أغنى أغنياء العالم يعني على مر التاريخ الكنوز بتاعته عصبة من الرجال ما يش قادرين يشيلوا مفتاحها ويدوب يشيلوا المفتاح بتاع الصندية الكنوز بتاعته أنت تأتي إيه فيهم؟ عندما تكلم عن أن أخذتها عن علم عندي خصفنا به وبيداره أنتها الأمر فالأمر ليس فلوس، الحياة ليس فلوس، الدنيا مهمة الفلوس مهمة، لكن أنت لن تأخذ أكثر من قدرك، أكثر مما كتب الله لك ولا تسعى أن هدفك في الدنيا جمع المال أو أن هذا هدف أساسي وجمع المال ، حتى شhorك يكون جيد من ما أنك تستصدق، من ما أن تذكي من ما أن كنت ينعي إلى الإسلام كأهد الصحابة رضوان الله عليه،adeو أنه الذي كان يجهز قم ، والأني كان يتصدق من الشمال، والأني هستثم في مال والأنahl في فترة المجاعة يتصدق بأموال، ولم ينعي في فترة هذا شوف فايدة المال الحقيقية في الإصلاح في نشر العلم في بناء مستشفيات في الجامعات الخيرية هذا تمام ومش بمزاجك وبعدين الله سبحانه وتعالى خلق الناس أطياف وأنواع وأصناف عشان أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر ويحمد على كل الناس بكل مستويات واحد رزقه أنه صحته كويس وواحد رزقه أنه ربنا هدي له عيال وواحد رزقه أنه ما بيتعبش واحد رزقه أنه يعني بينشر الفكر الجيد واحد فكره أنه بيعلم القرآن واحد فكره ورزقه أنه بيعمل كذا فالرزق يعني ليس محدود في المال المال حلو يعني المال حلو تبدأ بقول لك أنا بكره المال أنا زاهد في المال المال حلو حلو أنك تعيش حياة أفضل حلو أن أنت تتصدق تزكي زي ما قلنا لكن يبقى غرضك وهدفك في الدنيا جمع المال وأنه أنا كإنسان لو ما أدخلتش أقل من مليون أبقى فاشل لا ده 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 فكر مغلوب لو أنا بالسبل الحالية ما وصلتش لمئة مليون بعد خمس سنين ده هدف يعني هدف ملوش معنا يعني قيل مسبقا أو فيما سبق أنه في الدنيا جنة ما لم يدخلها لن يدخل جنة الأخيرة وقيل في اقتباس أو مقولة أنا أنسى نصها تحديدا معناها بيقول أنه السعادة وراحة البال اللي موجودة في قلوب اللي بيعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتقوا الله سبحانه وتعالى بشكل يعني كما ينبغي وبيقوموا بالفرائض وما إلى ذلك السعادة اللي موجودة في قلوبهم لو عرفوها الحكام والملوك لقاتلوهم عليها فأنت تيجي تقول لي تيجي تقول لي موضوع الفلوس واللي ما يدخلش مليون في السنة اكس من الناس بيتكلم دي فلسفة أنا أصنفها فلسفة أنك تيجي تقول لي معيارك في الدنيا وهدفك في الحياة فلوس فقط أو والله الفلوس دلوتي بقت سهلة أو أنك أعلم الناس كيف تكسب فلوس أو الفيديو المنتشرة دخل مئة مليون في سنة وصلت من سفر دولار لمليون دولار مئة مليون دولار هذا ضحك على الناس أحد يبيع كرصات ويضحك على الناس بيها يا واحد مصاب وبيجمع فلوس يا راجل يعني بيعمل بروباجاندا أو بينشر فكره قد يكون فيه ناس بدأوا شركات وعملوا وأخذوا بالأسباب وربنا رزقهم وربنا كتب كده ربنا قدر كده رب أنت مطلوب منك إيه أو أنا مطلوب مني إيه إني والله أستعين بالله وإني أخذ بالأسباب وأتوكل على الله ويكون أجاهد نفسي أنه يكون سعي للآخرة جهدي للآخرة جهدي لله سعي لله أنا رايح لله سبحانه وتعالى أنا بعمل أتق الله في عملي بحيث أنه ربنا يرزقني ويرزق من خلالي وأن أنا أقيم أهل بيتي في حياة جيدة وأننا والله إن ربنا كرمني بزيادة والله أتصدق وأزكي وما إلى ذلك يعني تلاقي فيه قصة أذكرها سريعا كده مختصرة واحد في بيته أول عن آخر 8500 أين يكون العملة 8500 ونزل يصلي لا أجار وبيبكي وزعلان ومتأثر ما لك يا أجار فيه قال له والله أنا زوجتي مريضة وعندها كانسر والعملية هتكلف 8500 لا حوله لا قوة إلا بالله الراجل هو أصلا في بيته كلها 8500 لا في بيته جابت 8500 وادهه لراجل ما راجل دعاله بزيادة الرزق وأن ربنا سبحانه 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 سبب من أسباب الرزق ما شاهد من الموضوع إنه اللي بيقص القصة بيقص من بعيات الله إنه لا أو الراجل بيقول إنه فيما بعد فترة قريبة من الأعمال أكيد وأخذ الأسؤال بقى في حساباته 200-300 مليون فأنت تقول لي يعني حساباتك دي ضهاية فأنت شوف أنا أذكر مثلا أنت لما تروح لواحد ويكرمك في بيته ويكرمك كرم حقيقي وتكرم وكده لازم تفكر تقول سبحان الله ده كرم المخلوق للمخلوق فما بالك يعني كرم الخالق للمخلوق سبحانك يا رب سبحانك يا رب استشعر الأمر فالموضوع مش موضوع مليون في سنة ومئة ألف في شهر وخمس تلاف في يومين لا الإنسان يسعى يتوقع الله سبحانه وتعالى يطلب رزق من الله سبحانه وتعالى ويأخذ الأسباب ويتق الله ومن يتق الله يجعل لهما خرج ويرزقه من حياته واستغفر الله كم من قصص في الاستغفار ولك وربنا فتح عليه في الرزق استغفر الله استغفر الله واتوب إليه كم من قصص عن الاستغفار عن قراءة سورة البقرة مع الأخذ بالأسباب يعني أنا أوكي الرزق ذو القول المتين لو عايز الرزقك وانت تقعد في البيتها ترزق لكن انت تأخذ بالأسباب يعني واحد استغفر الله وربنا رزعه واحد قرأ سورة البقرة وربنا رزعه واحد اتق الله حلو انه ما يأخذش حرام وبيأخذ من حلال ويتق الله وربنا رزعه وفتح عليه واحد بيذكر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى ربنا رزعه وفتح عليه فانت ما تبقاش نظرتك وتنشر فكر يعني ملوث او مشوه او دنياوي او فكر محدود انه والله مليون مضبوط اكتر مليون ده انتحلوا اقل مليون خربان نعيد حسبتك مع نفسك اتمنى يعني يكون في فايدة او في افكار فيها فايدة بتنشر شكرا لحضرتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته